الاستحقاق الانتخابي أمام ثلاث خيارات تختلف وفقا للأفريقاء السياسيين وخريطة الطرق تفضي إلى الستين هذا القانون كان مرفوضا من القوى المسيحية لسيما التيار والقوات لكنهم عادوا واعتبروه إنجازا وأنه أرجع حقوق المسيحيين جرى التوصل إليه في اتفاقية الدوحة بعد أحداث السابع من أيار القانون الذي استولد من جديد بعد عقود هل يعود وتبعث الروح فيه في الانتخابات المقبلة؟ صولات وجولات من اللقاءات والاتصالات والمشاورات لفك عقد قانون الانتخاب إلا أنها جميعا لم ترسوا على بر التوافق رفض التمديد من الرئيس عون قابله نبذ للفراغ من عين التينة أما الرئيس الحريري فيسعى لتقريب وجهات النظر وفي المعلومات وفق مصادر المستقبل أن التبقة السياسية أمام خيارين إما التمديد وهو أفضل الشرور وإما التوافق على خطوط عريضة لقانون يمتص غضب الشارع لأن الفراغ يعني الحرب الأهلية لتغييب الطائفة الشيعية أما التأهلي الذي وافق عليه الرئيس الحريري فيرى المصدر أنه قابل لطعن المجلس الدستوري لتغييب 170 ألف صوت في دورته الأولى حرم من التأهيل لكنه سينتخب في المرحلة الثانية من هون لا دستوريا يتوافق مع الدستور بالعكس هلأ الستين اللي هو ساري المفعول في كتير من الدوائر مسحيين يعني يأسنين من الانتخاب عندهم حدا يمثلون كشفت المصادر الاشتراكية أنه في خلال لقائهم الحريري تبلغوا قراره عدم حضور جلسة الخامس عشر من أيار وذلك رفضا للتمديد وموافقته على القانون التأهلي ملمحا إلى فرضية التصويت على قانون انتخاب وأضاف المصدر أن الرئيس بر قطع الطريق في لقائه الحريري على التأهلي ليرجح الوصول إلى خيارين هما النسبية الكاملة أو قانون الستين القانون لا يلغيه إلا قانون هذا منطق الدستور أما بالفرضيات والأهواء والأغواء هذا أمر آخر يتمسك الرئيس بر بالطائف ويصر على ضرورة إنشاء مجلس وطني خارج القيد الطائفي يوازيه استحداث مجلس للشيوخ إلا أنه وفق مصادر حركة أمل استضم طرح بر بضمانات مكتوبة طلبها الوزير باسيل بخصوص إنشاء مجلس الشيوخ وتولي المسيحيين رئاسته مشروع الرئيس مري اللي هو طالما نحن وافقنا عليه إنشاء مجلس الشيوخ ومجلس نواب مناصفة خارج القيد الطائفي أهلا وسهلا بها الفكرة بس هل هناك إمكانية لتحقيقها لإقرارها هلأ؟ المشروع التأهلي بالصيغة التي تروح فيها بشكل نهائي فرغ من مضمونه وأصبح يقتصر على المتطلبات الطائفية والمذهبية نقش تعديل الستين كخيار لحل الأزمة إلا أنه رفض بعد طلب ثنائي المسيحي نقل المقاعد المارونية من بعلبك والبقاع الغربي وطرابلس ونقل المقعد الإنجلي من الدائرة الثالثة في بيروت لترجح مصادر حزب الله أن الخيارات المطروحة حصرت في ثلاثة أمور وهي التصويت على التأهلي النسبية الكاملة والانتخابات وفق الستين لتقرأ حارة حريك زيارة الحريري لعين التيني تمهيدا للعودة إلى الستين خصوصا أن الرئيس عون ليس ببعيد من أجواء القبول بالستين رواند أبو خزام قناة الجديد